عزيزي المشاهدين صناعة المحتوى هي لها أشكال عدة ليس فقط بالبرامج أو حتى الفيديوهات وحتى أيضا الصور تعتبر طبعا هي محتوى وطريقة أيضا التقاطها هي صناعة لفكرة هناك طبعا من يوظف التطور التكنولوجيا الذي نعيشه الإشباع الشغافي ويطوع الممارسة هوياتي وأيضا تنميتها على سبيل المثال موهبة وشغف التصوير بإمكان من يملك الرغبة لذلك هو أيضا مزاولتها بكاميرا على الهاتف نادا نديم هي شابة من محافظة تعز وتعيش في صنعاء عمرها عشرين عام بتهوى التصوير وتستخدم عدسة كاميرا تهاتفها لممارسة هوايتها المفضلة نادا بتلتقط صورها من زاوية مختلفة ولمناظر متنوعة قد تختار الزاوية الإنسانية وأحيانا الزاوية الجمالية وغيرها الكثير من الزوايا كما أنها طبعا بتطفي لمستها الخاصة على هذه الصور التي تلتقطها التقطت نادا صورا عديدة لمدينة السام صنعاء القديمة وثقت من خلالها مناظر خلابة تظهر سحر هذه المدينة وثقافة سكانها بكل ما تحمل من جمالية في شوارعها في أزقتها في بنائها في أسواقها وحتى في ناسها الطيبين تنظم معنا عبر سكايب من صنعاء مصورة نادا للحديث أكثر حول هوايتها ومهبتها وصباح الخير يا نادا طبعا أنت تلتقطين صور جميلة لمدينة صنعاء المتحف المفتوح حدثيني عن بداياتك ولماذا اخترتي هذه المدينة لتكون جزء من هواياتك طبعا غالبا أنا كنت أحب التصوير فكنت دايما يعني أروح صنعاء القديمة ومن الأماكن اللي أحبها ففكرت يعني عادي يعني أبدأ أصور بدأت وصور دخلت يعني دخلت البيت الصنعاني وصورتها لما أيضا مشيت في الشوارع وفي الأزقة وفي كثير أماكن جميلة فكل ما انظر جميل كان يجذبني كنت أصوره طيب يا نادا إيش كإيش يعني طبعا كل صانع محتوى حتى لو كانت بطريقة الصور هو بيكون له رسالة حابب أن يوصلها للجمهور إيش كانت رسالتك لما اخترتي هذا المجال من صناعة المحتوى وهي التصوير نظرت أني أوصل لرسالة أنه صنعاء القديمة لها تراثها وحي وباقي لحد الآن في كثير من الحضارات وفي كثير من التراث انتهى واختفى بس صنعاء القديمة يعني قد لها من آلاف السنين لحد الآن هي موجودة طيب يا نادا وأنت تجولين وتصولين في هذه المدينة الجميلة لا شك بأنه لكل زقاق حكاية ولكل سوق حكاية ولكل أيضا أرض زراعية حكاية داخل هذه المدينة كل شيء فيها مميز الأبواب القمريات حتى البناء الطوبة الأحمر يعني هل بتشوفي أنه يعني هذه المدينة تعرضت للإهمال للأسف خلال السنوات الأخيرة يعني للأسف بسبب الحرب أو الظرفة الاستثنائية الذي تعيشه بلادنا الحبيبة محاولاتك الجريئة للتقاط هذه السور هي محاولة هل تحاولنا إيصال رسالة معينة إلى المجتمع الدولي للحفاظ على هذه المدينة التاريخية طبعا هذا كان هدفي أني أوصل رسالة أنه رغم الحرب رغم اللي حصل في بلادنا أنه لسه عندنا جمال فني في مباني صنعها القديمة في زخارفها في أتقتها كل شيء باقي موجود وجمالها رغم كل الظروف اللي حصلت باقي فكانت مثالتي أنه أي أشد يعني ممكن أنه أنا أوصل لهم أنهم يدعموا يعني يهتموا يهتموا بها قاصة أنه هذه المدينة تحتاج إلى صيانة مستمرة أنت عارفها بسبب هطول الأمطار الذي قد يؤثر أيضا على سورها التاريخي طبعا معنا ضيفتنا في الستوديو الأستاذة عنود وهي صانعة محتوى معروفة هل بتشوفوا أنه عملكم أنتوا أيضا مكملين يعني لبعض ممكن ممكن إذا هو يعني شيء خص يعني صنعاء القديمة بالذات ممكن طيب يا ندا طبعا أنت مصورة يعني بنت ذكرت كمان العنود أنه يمكن كل المجالات بتكون يعني عادية ومتاحة إلى أن تقتحمها فتاة في مشاكل في صعوبات في انتقادات في أشياء كثيرة بتواجه ندا كبنت وكمصورة إشي الصعوبات اللي واجهت ندا من ضمنها أولا لما يعني أخرج وصور بين في السوق حق صناعة القديمة مثلا في الأسواق في الشوارع يعني تكون نظرة الناس أنه يعني مستغربين هذه كانت من الصعوبة اللي واجهتها بس أنه يعني كنت أحاول أنه عادي مهما كان مثل أنا عندي رغبة في أني أقدم فني في أنني أصور وعندي شغف شأسوي الشي يعني مهما كان ندا نديم مسروريا جدا بوجودك معنا اليوم عبر الزوم نتمنى لك المزيد من التألق وبإذن الله تكون يعني مصورة ناجحة ومتألقة ونشوف لك بإذن الله تعالى معارض تحوي هذه الصور الجميلة ليس فقط لصنع القديمة أيضا لبقية المدن اليمنية شكرا جزيلا لك شكرا يا ندا